اشتركوا في القناة لا شك تعرفون أنها تأتي تأبينا وتتويجا لجهد شهيدنا الشهيد البطل الشهيد الجندي عبد الرحمن والسيدي والبوبة رحمة الله عليه أيها الجمع الكبير أيتها الوجوه الطيبة يسرنا في اللجنة التحضيرية أن نرحب بكم وأن نبدأ بعون الله تعالى بهذه الندوة وهذا التأبين بآيات من الذكر الحكيم مع القارئ الأخ سلموا المخير فليتفضل مشكورا مأجورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء بل أحياء عند ربهم يخزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لن يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون استبشرون بنعمة من الله وفضل والله واسع عليم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم إذن صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين إذن الله خيرا للأخ القارئ سلموا المخير وبعد الافتتاح بهذه الآيات العطرة والتي لا شك تذكرنا بهذا الجهد الكبير وبهذا التتويج الذي توج به شهيدنا شهيد الوطن الشهيد الجندي عبد الرحمن والسيدي والبوب عمله وتضحيته في سبيل وطنه أولا وفي سبيل دينه وفي سبيل مهنته نرحب بكم أيها الجمع الكبير نرحب بكم رؤساء وممثلين عن جميع المبادرات والمنظمات ونرحب بكم نشطاء ومناظرين نرحب بكم سيدات وسادة نرحب بكم إعلاميين نرحب بكم ضيوف شرف نرحب بكم جميعا فأهلا وسهلا ومرحبا بكم نبقى الآن مع كلمة رئيس اللجنة التحضيرية الأستاذ عبد الله واللبات فليتفضل مشكورا مأجورا الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السادة والسيدات رؤساء المنظمات السادة والسيدات المدعوون السادة والسيدات أعطى أسرة السادة والسيدات في أسرة شهيد الوطن المغفور له بإذن الله الجندي عبد الرحمن والسيد والبوب الذي ارتقى إلى جوار ربه عز وجل وهو يؤدي واجبه الديني والوطني والمهني دفاعا عن الوطني والمواطنين في مواجهة مسلحة مع باطرة المخدرات في بلدة الشقات التابعة لبير المقرين إخوتي في الدين والوطن أبناء موري تانية جميعا دون استذناء أحباء القيم الإنسانية الكبرى كالكرامة والوحدة والعدل والمساواة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم نودع فتن شجاعا أحببناه إلى درجة العشر وعندما ترجل ذلك الفارس العني عن صهوة جواده ليترك فينا شمسا لا تقيب ونهرا لا ينضب من عطاء الخير وبشائر الأمل فيضعنا أمام امتحان الصبر والقدرة على استمرار العطاء والإبداع وإدامة التألق في المشهد البطولي وليقول لنا جميعا عليكم بصياقة المستقبل الزاهر وتحديد مضامينه ورسائله التي تنضح بالكرامة والحرية والعدل والأصالة العابقة بالجمال والمحبة البانية للمواطن الحق المؤسسة للحلم والأمان والمنبعثة من الأمل الواثق بتجسيده في دولة حاضنة لتطلعات كل أبنائها مساوية بين جميع مهما كانت انتماءاتهم لاجتماعية دولة القانون والمؤسسات والحكم الرشي إن شهيد الوطن الذي نذر نفسه وحلم بالوطن وتقنى له ومجد نشيده وناضل لتجسيده انطلاقا من موقعه الذي اعتلاه باقتدار وجدارة كان الشهيد عبد الرحمن والسيد والبوب بطلا ملتزما متفانيا مضحيا في سائر جباهات الصمود والكفاح كان ينحط بمهارة المبدع ليس فقط ملامح هويتنا بل جدار وعينا ليكون فينا ومنا ولنا وليكون لكل منا حصة منه ونصيب كما هي كما هي مع شعبه وقضيته مع أمته وإنسانيته ليصبح ذلك الخيط المتميز في قوس نصرتنا ومنارة عزنا في صلب نسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية في صلب صورتنا الإنسانية النضالية يعلن شهيد الوطن عبد الرحمن والسيد والبوب جدارتنا وحقنا بالكرامة والحرية والعجل لقد أوفى عطاءا بسخاء وزاد فينا طموحا بالمزيد لهذا لا نصدق أنه رحل وعندما نوقن بالقدر ونستسلم للقضاء الذي لا بد منه وليس لنا منه مفر تزداد فاجعتنا ألما وأسا وحسرا ومهما نحاول استجداء اللقى تفر المفردات مذعورة كالعصافير مع روحه المسافرة إلى باريها وتتلاشى عند حدود شفا ويجف مداد القلم فما أصعب الرذاء فكيف إذا كان المرضي الشهيد عبد الرحمن والسيد والبوب شاب في عمره شاب في عمره كبير في أفعاله وظل تضحيته يورف على موريتانيا من أقصى حدودها إلى أقصاها فمن يوفيه جزاءه من حقه علينا بالرذاء ومن يملك القدرة لفردا أن يفعل إنها أنشودة المناجات والفجيع الصامتة أبلق من القول ولكنها بإرادة العزم والأمل الذي يحييه دماؤه فإن فينا تنمو وتكبر وتزدهر إنها أنشودة المناجات والفجيع الصامتة أبلق من القول ولكنها بالعزم والأمل الذي يحييه دماؤ الشهيد فينا لتنمو وتكبر وتزهر ذلك العهد المكين الذي نجدده اليوم لروح الشهيد ولكل شهداء شعبنا أن تبقى وصيته أمانة في أعناقنا وهي أن تبقى الرايا التي رفعها خفاقة لتعلو كما آذن المساجد المحررة للعقول والموحدة للقلوب ومع وقع الحزن فإن جمال الوفاء أقوى وأحق بهمة الرجال وعمق المسؤولية تجاه الشهيد وريذ الأمجاد وحامل لواء الأجداد المجدد المبعد المجدد المبدع والموحد للوطن والمواطنين ليكن رحيله مدخلا لتجنيد كل الطاقات المبدعين أفرادا وهيئات بكل مستويات رسمية وغير رسمية ليس فقط لسد المنافذ أمام فرق كبير نشأ برحيله وإنما بالارتكاز إلى الشجاعة والقيم التي كان يعيش من أجلها لتكون دماؤه الزكية تجسيدا للوحدة الوطنية الحقة وإذراءا للمشهد الوطني تأصيلا وحضورا وفاعلية في قرارات الوطن ومصيره وصورته وإن كان مصابنا مصابا واحدا وعزاؤنا فيه واحدا فإن لعائلته ولمؤسسته العسكرية حسن العزاء لقد وحدت فينا الفرح والأمل وكل القيم النبيلة حيث كنت الإنسان فينا لك كل المترادفات فأنت الحاضر القائب وأنت القائب الحاضر فلم ترحل عنا إلا لنا ولم تتركنا لأنك فينا لم يسقط الفارس وستبقى القيم التي كنت تحملها تدفعنا نحو المعالي كنت التحول وكنت التطور فأصبحت الرمز كنت جميعنا والقاسمة المشتركة في كل الأوقات عاديت مسيلمة كانت الرصاصة في صدري ولم تكن أبدا أبدا في ظهري لم تتردد أيها البطل المقدام لم تتردد أيها البطل المقدام لو للمشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قد تالوا ستول معنا لأنك تركت لنا ما يجعلنا نقول إلى اللقاء وليس إلى الوداء ولا نقول إلا ما قال صلى الله عليه وسلم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنوا وإنا لله وإنا إليه راهينا لجنة تحضيري الرئيس عبدالله واللبوات على هذه الكلمة المتميزة والمؤثرة في نفس الوقت ووفاء لمسيرة جندينا وشهيدنا وشهيد وطننا الحبيب الشهيد عبدالرحمن والسدي والبوب وتتوجا لجهده ولفضله على هذا الوطن وعلى هذه الأمة جمعا بمختلف مكوناتها وشرائحها ووفاء لمؤسسته العسكرية ووفاء بعد ذلك كله لهذا الوطن الحبيب أدعوكم أيسها الوجوه الطيبة لوقوف لحظة أو لدقيقة للقراءة سورة الفاتحة على روح الشهيد والدعاء له فضل شهيدنا شهيد الوطن الشهيد عبدالرحمن والسدي والبوب رحمة الله عليه هذا الشاب البطل الذي توفي في رياعاني شبابه مدافعا عن وطنه وعن أمته بمختلف مكوناتها والذي جاءت كما تقدم وأسلف في كلمة الرئيس الرصاصة في صدره ولم تكن في ظهره معناه أنه لم يكن مدبرا وإنما قاتل بكل عزة وشهامة وذبات وسموخ عن هذا الوطن وعن أمنه وعن استقراره وعن وحدته الوطنية بكل تأكيد ندعو الآن ممثل أسرة الشهيد وكلنا ممثل أسرة الشهيد لأن الشهيد مثلنا جميعا مثلنا في فعاله ومثلنا في شجاعته وفي بطولته ندعو الآن ممثل أسرة الشهيد السيد محمد بابا والسدي والبوبة لإلقاء كلمة أسرة الشهيد وأذكر أن كلنا أسرة الشهيد وأن موليتانيا الحبيبة أسرة الشهيد لأنه ضحى بأغلى ما يملكه في سبيلها بالله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد أيها السادة والسيدات نشر هنا نحن عائلة السدي والبوبة بهذه المناسبة التأبينية لفقيد الوطن الجندي عبد الرحمن السدي والبوبة فلننعي إليكم هذا الفتى الذي وهب نفسه للدفاع عن وطنه وحوزته الترابية حتى لا تستباح من طرف عصابات الإجرام وغيرهم إن هذا الفتى يتمتع بخصر كثير رغم صغر سنه فهو عائف بأمور دينه ملتزما بها لا خلق حسن متزوج وليس له عقب إن هذا الفتى البطل ليس غريب عليه أن يضحي بنفسه فإجداده كانوا ركماً منيعاً يعتمد عليه المقاومون والمدافعين للعرض ولحوزة الترابية والشقال يقدرون ذلك ويحتفظون لهم باعتبال كبير أيها الإخوة والأخوات إننا نعزيكم بفقيدنا وفقيد الأمة الذي استشهد وهو في الصهوف الأمامية مضحياً بنفسه الزكية دفاعاً عن الوطن فإننا نشكر كل من ساعد من بعيد وقريب في هذا التأبين وشكراً خاصاً للمشرفين على هذه التظاهرة كما نلتمس من الدولة تحمل مسؤوليتها اتجاه الفقيد ونطلب من الحضور ترحم عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن شكراً جزيلاً لممثل أسرة الشهيد الأستاذ محمد بابا والسيدي والبوبة على هذه الكلمة المؤثرة والشكر أيضاً موصول لكم جمهورنا الكريم ولهذه العائلة الولودة التي قدمت لا شك تاريخياً وتقدم الآلة وغيرها من هذه الأسر والعائلات الكريمة والمعروفة في تاريخ موريتانيا والمعروف بذلها وأداؤها بسبيل هذا الشعب الموريتاني نشكركم جميعاً ونشكر باسمكم هذه الأسرة التي قدمت هذا الشهيد الذي لن ننسى أداءه ولن ننسى فضله ولن ننسى شهده في سبيل عزة والحفاظ على أمن هذا البلد الكريم أيها الجمهور الكريم للشعر مكان في هذا الموقف وإن كان ليس بموقف الحقيقة فرح ولا بموقف أمور من هذا القبيل غير أن للفقيد الكبير وغيره من المفقودين الذين هم حري بهم أن يرضيهم شاعر بمثري وبوزن شاعرنا وأديبنا الشاعر الأديب محمد ولزين العابدين والغاجل بليتغضل بمرضيته للشهيد جزاه الله خيارة حضر شاعر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحضور الكريم أيها الحضور الكريم بعد كلمات الرئيسي عبدالله رئيس لجنة تحضرية عبدالله واللبات وإن كانت نظراً ففيها الشعر والسجعر والبديع وعلم الكلام لكني قررت أن أتكلم لأضيفاً قليلاً من الكثير وليس ما أقول إلا شطر تعبير كفانا عزاءً أن سقطت مكرمًا بميدان حرب باسلًا متقدمًا كفانا عزاءً أن سقطت مكرمًا بميدان حرب باسلًا متقدمًا فنم في هناء إن مثلك خالدٌ شهانتنا والعز فينا تأيّما ولكن رضاءً بالغضاء فكلما لذكراك همنا والحشاء تضرّما على فقد من في القوم ساد لخلقه تذكرت بيتًا في المجال تقدّما فما مات من أبغاثنا مخلّداً وما عاش من قد عاش عيشًا مذنّما ولكن رضاءً بالغضاء فكلما لذكراك همنا والحشاء تضرّما على فقد من في القوم ساد لخلقه تذكرت بيتًا في المجال تقدّما فما مات من أبغاثنا مخلّداً وما عاش من قد عاش عيشًا مذنّما ولكن رضاءً بالغضاء فكلما لذكراك همنا والحشاء تضرّما على فقد من في القوم ساد لخلقه تذكرت بيتًا في المجال تقدّما فما مات من أبغاثنا مخلّداً وما عاش من قد عاش عيشًا مذنّما يخفّف من وطء المصيبة والبقاء من بعد الرسول الكمال محرّما شقار لا تحزن لأنّ مصابنا للعزّ والمجد الأذيل تنسّما ولنا تأسّم بالرسول وإسوةٌ صلى عليه ذو الجلال وسلم علامة للمجد شامة الأبطال الماتت في الميدان علامة للمجد شامة واليوم أعطى عبد الرحمن لمحا عنديك العلامة واندوروا يشهد الجمهور اليوم إنّ هون في حضور وإنّ مقصدنا والمذيور هو تعريف الكرامة واندوروا يشهد الجمهور اليوم إنّ هون في حضور وإنّ مقصدنا والمذيور هو تعريف الكرامة هذه قايتنا والمشهور عن قايتنا توصل لها رسالتنا هذه قايتنا والمشهور عن قايتنا توصل لها رسالتنا وصلت مشكور طبعا جمهور الصرامة رسالتنا وصلت مشكور طبعا جمهور الصرامة واللي ميت واللي ميت ما هو محقور منظر كليل القيامة الأبطال الماتت في الميدان السلام عليكم ورحمة الله إذن شكرا للشاعر الفذ والأديب المميز سيدة محمد شكراً له على هذه المرضية وشهيدنا يستحقها ونشكره مجدداً على هذه المرضية المتميزة وعلى هذا المقطع أيضاً الحساني وندعو الآن الشاعر والإعلامي سيد محمد واللعليات الشاعر والإعلامي سيد محمد واللعليات قبل أن نختم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم أنا بدوري أحيي هذه الوجوه النيرة وأذكر الإخوة أن لنا في المجد علامة كما قال الشاعر قبلي وأحيي بالمناسبة عائلة الشهيد البطل عبد الرحمن وكما قالت الأخت للشعر قضية فالشعر عبارة عن إحساس بمسؤولية تخلو أيها الإخوة هذه قصيدة من الشعر التفعيلة ربما لا يكون الكثير يعرف شعر التفعيلة عبارة رسالة يرسلها لنا الشعر كي نعيش معه وأيها الإخوة لا أريد أن أطيل عليكم لأن الوقت بدأ ينفذ القصيدة بعنوان إني أعود إني أعود إليك يا وطن الجدود إني أعود الكلام هنا لعبد الرحمن إني أعود إليك يا وطن الجدود أعود أركض مثل أشبال الفهود أنا صانع الثكنات ربات الرعود أنا صانع الثكنات ربات الرعود أقسمت بالوطن المصوني براية خضراء تحملها الزنود أني أعود لرحلة المحيا على ألق الصمود اسأل سريري قد ذكرتك جانبي في الليل والإصباح من فلق الوجود كل الحدود حذرتها اسأل جبابرة القيود رفعت ذكرك فوق هامات الجنود وطني وشعبي أن تحبي كي أعود أقسمت بالنجم الذي يغشى العلا أقسمت بالوطن المصوني براية خضراء تهتز ترقص فوق أسلاك العمود أقسمت من كبد المعمم في اللحود أقسمت بالثكنات باللوح بالأوراق بالقلم الذي أحتاجه بالقلم الذي أحتاجه في خيمة الصحراء بالزرع السنابلي بالسدود أني أعود ممجداً لك فوق هامات الجنود بشهادتي والحب شيء من زغاريد الخلود أين الزغاريد؟ من زغاريد الخلود وطني وشعبي وطني وشعبي أمتي وطني وشعبي أمتي تحيا الجنود هذا وداعي كي أعود وطني وتلقاني بسارية العرود أتلوا لطاها قوم نوحي قوم عادل قوم تولي شكراً للشاعر والأديب الإعلامي سيد محمد لعليات على هذا المقطع الجميل والآن جمهورنا الكريم قبل أن نختم نبقى مع كلمة الإمام أحمد اللبايب ثم يختم لنا بالدعاء إن شاء الله وتعالى بسم الله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا موضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله بلق الرسالة وأدى الأمان ونصح الأم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أيها الجمع الكريم أيها السادة والسيدات والله إن هذا الجمع لجمع مبارك إن شاء الله بأذن من الله هنا معكم من أجل وطن هنا معكم من أجل وحدة وطنية هنا من أجل موريثانيا هنا لنقول لموريثانيا أننا نحن من أبناء الوطن هنا لنقول للجميع أننا جزء من هذا الوطن لا يتجزأ منه هنا لنقول أننا نحن وأبننا من موريثانيا وأن ابننا قدم ما قدم وأن ما بقي من أبنائنا إن شاء الله رب العالمين سيقدمون المزيد دفاعا عن هذا الوطن ودفاعا عن محدث الوطن إننا هنا من أجل موريتانيا إننا هنا من أجل هذا الإسلام الذي جمعنا الله به ووحد كلمتنا سودا وبيضا متلاحمين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت راية موريتانيا إخوتي آئزائي إن هذا البطل مات مجاهدا عن حوزة والترابية وتلك فيها ما فيها بل يعد عند الناس شهيدا في سبيل الله لأن من مات دفاعا عن ماله ومات دفاعا عن بلدي فهو الشهيد وهو مات دفاعا عن أموالنا جميعا مات دفاعا عن أرضنا جميعا أرض موريتانيا نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أرحمنا وهدينا وهديبنا واجعلنا سبدا لمن اهتدى اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم إنا نسألك ربنا يا رحمن يا رحيم أن ترحمه وأن توسع مدخله وأن تنور قلبه يا رحم وارحمين اللهم يا رحمن يا رحيم تزوجه من حون العين افتغاء مرضاتك يا رب العالمين اللهم يا رحمن اجعل جمعا وانبعده يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى يا رحمن يا رحيم اللهم اعفو عنا وعفو لنا اللهم إنا نسألك لبلدنا هذا أن يكون بلد عز وبلد الوحدة وبلد الوطن للجميع يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن يكون هذا بلد بلدنا جميعا لا غالب فيه ولا مغلوب بل مريتانيا للجميع وأستغفر الله لي ولكم وزاكم الله خيرا بأحسن جزا جزا الله خيرا بالإنام أحمد والدبيب وجزاكم الله خيرا وتقبل منا ومكم هذا المسير وجعله في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسنات شهيدنا في ميزان حسنات شهيدنا الذي أثبت جدارته في المعركة وفي ميدان المعركة وكانت رصاصته في صدره ولم تكن في ظهره شكرا لكم جميعا شكرا للرؤساء وشكرا للإعلاميين وشكرا لأصحاب المبادرات وشكرا للمناظرين وشكرا لكل أبناء هذا الوطن بمختلف طبقاته وفياته كما دعا وختم لنا إمامنا الإمام أحمد اللبيب أن يجعل الله هذا البلد بلدا آمنا سخاءا رخاءا وبلدا يجد كل أبنائه ذاته وفيه وبلدا لا يكون للتهميش ولا للإقصاء ولا للإزدراء مكانا فيه شكرا جزيلا لكم وتبوأتم من الجنة الغرفاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة